ولمزيد من المتابع ينضم إلينا من العاصمة البريطانية لندن المحلل الاقتصادي صدق الركابي مرحبا بكما نزيد صدق عبر شاشة الغد بعد إعلان إشهار إفلاسها توماس كوك وهي واحدة من أقدم شركات السفر على مستوى العالم لو توضح تدعيات القرار وما سيترتب عليه وكيف سيؤثر على قطع السياحة الأوروبي نعم تحية لكم بالفعل كان هذا الأمر متوقع ليس بالمفاجئ على الرغم من أن الشركة من أعرق شركات الطيران في العالم لكنها منذ سنوات كانت تعاني من مشاكل كبيرة في حجم الديون المرتفع كلما كانت الشركة تعرق الديونها كانت تقوم بعملية مفاوضات جديدة مع الدائنين وتحصل على قروض أخرى إلى أن ارتفعت حجم الديون إلى 900 مليون جنيه استرليني ولكن الشركة مع ذلك لم تحقق الأرباح بالعكس من ذلك تقرير النصف سنوي كانت خسائر بمليار و 500 مليون جنيه استرليني وهي خسارة كبيرة لستة أشهر وبالتالي تأثرت الشركة بهذا الرقم وأيضا هناك عوامل كثيرة ساهمت في هذا التراجع بالنسبة للطلب على السفر في الشركة عوامل تتعلق بالبيئة والمناخ خلال العامين الماضيين كان هناك ارتفاع في درجات الحرارة في صيف أوروبا على عكس العوامل السابقة وبالتالي قل السفر من أوروبا إلى الدول الأخرى أيضا هناك عوامل سياسية وأمنية في الشرق الأوسط وفي شمال أفريقيا ساهمت في انقطاع بعض الخطوط مثلا كما حدث أيام الربيع العربي وبالتالي بعض الوجهات لم يكن هناك توجه لها من قبل هذه الشركة هذا ساهم أيضا في تراجع العائدات والإيرادات أيضا هناك عملية ارتفاع تدريجي حدثت في أسعار النفط وبالتزاون مع انخفاض تدريجي في قيمة الجنائع الإسترليني وبالتالي هذا حمل الشركة السفر عالية هذه العوامل ربما تدفع بعض التساؤل حول كيفية التعامل أو ما مصير الاثنين وعشرين ألف موظف ومن بينهم تسعة ألاف موظف في لندن وحدها كيفية تعامل الحكومة البريطانية وسماحها بفقدان هذا العدد من الوظائف ما يعنيه بالنسبة لاقتصاد لندن وبالنسبة للشركات في لندن تفاعل الحكومة مع الأمر نعم بالأمس كان هناك أخذ ورد داخل الحكومة البريطانية في إمكانية أن تقوم الحكومة بتمويل الشركة بـ 200 مليون جنيه إسترليني بشكل مباشر لكن هذا الرقم بحسب رد الشركة سألت الحكومة الشركة هل أنتم قادرين على الاستمرار للعمل العام القادم بكامله إذا عطيناكم 200 مليون جنيه إسترليني كان الرد أننا لا نضمن ذلك وأن الدراسات لديهم أثبتت أن الرقم هذا لا يكفي لتسيير عمل الشركة إلا فقط عدة أسابيع وبالتالي الحكومة قامت بعملية موازنة بين عملية إعادة 150 ألف بريطاني إلى الوطن والكلفة التي تتحملها الحكومة وكلفة تمويل الشركة فكانت كلفة الإفلاس أقل بالنسبة للحكومة البريطانية لأن كلفة إعادة 150 ألف تقدر بمائة مليون جنيه إسترليني لأن الشركة كانت تريد الحصول على مائتي مليون فقط لعدة أسابيع وأيضا الأمر يعتبر خسارة بالنسبة لسوق العمل في بريطانيا ولسمعة الشركات في بريطانيا على اعتبار أنه يقلل من ثقة المستثمرين في السوق البريطانية ويزيد من الارتفاع في حجم البطالة أشكرك جزيلة شكرا المحلل الاقتصادي صدق الركابي كنت من عبر شاشة الغد من لندن شكرا لك